الوسيط ميريان بما أنت شارد يا سالم لقد اختار المعلم خمسة طلاب لأداء النشيد في الاحتفال القادم وكل منا يطمح أن يتوسط خشبة المسرح في الاحتفال لا حاجة لكل هذا التفكير يا سالم قفوا بجانب بعضكم بعض بترتيب تصعدي من الأقل طولا إلى الأكثر طولا وبهذا تعرفون من سيتوسط المجموعة فكرة عادلة يا أبي أي أن أحمد سيتوسط المجموعة ويسمى موقع أحمد بالوسيط والوسيط هو القيمة الواقعة في منتصف المجموعة بعد ترتيب البيانات من الأصغر إلى الأكبر لقد فهمت يا أبي والآن يا سالم ما الوسيط لأطوال مجموعة العمارات هذه؟ خمسون مترا ثمانون مترا خمسة وسبعون مترا مئة متر تسعون مترا ستون مترا خمسة وثمانون مترا هذا سهل لإيجاد الوسيط يجب أن نرتب الأطوال من الأصغر إلى الأكبر والآن سأحدد العدد الذي يقع في منتصف البيانات المرتبة إنه العدد ثمانون حيث يقسم البيانات إلى قسمين متساويين فهناك ثلاث قيم قبله وثلاث قيم بعده فهو في منتصف البيانات إذن الوسيط هنا يساوي ثمانين في مجموعة من البيانات المرتبة من الأصغر إلى الأكبر إذا كان عدد مفردات البيانات فرديا يكون الوسيط هو العدد الواقع في المنتصف والآن يا سالم حاول معرفة الوسيط لمجموعة البيانات الآتية والتي تمثل أعداد زوار المكتبة العامة خلال ثمانية أيام سأرتب أولاً البيانات من الأصغر إلى الأكبر ثم سأجد الوسيط العدد ستة وعشرون توجد ثلاث قيم قبله وأربع بعده إذن العدد ستة وعشرون لا يقع في المنتصف فهو ليس الوسيط والعدد ثلاثون توجد أربع قيم قبله وثلاث بعده إذن العدد ثلاثون ليس الوسيط أيضاً هذا محير في المرات الماضية كان عدد البيانات فردياً فكان من السهل تحديد الوسيط أما الآن فكما ترى يا سالم فإن عدد مفردات البيانات زوجي ويساوي ثمانية وفي هذه الحالة نأخذ متوسط العددين المتجاورين في المنتصف أي نجمع ستة وعشرين زائد ثلاثين تقسيم اثنين ويساوي ثمانية وعشرين عندما يكون عدد البيانات زوجياً فإن الوسيط يساوي متوسط العددين المتجاورين الواقعين في منتصف البيانات شكراً على هذه المعلومات المفيدة يا أبي على الرحب يا بني والآن سأذهب للتدرب على النشيد ولكن بعد أن ألخص ما تعلمناه اليوم الوسيط هو العدد الواقع في منتصف مجموعة من بيانات مرتبة من الأصغر إلى الأكبر إذا كان عددها فردياً وإذا كان عددها زوجياً فإن الوسيط هو متوسط العددين المتجاورين في المنتصف